قال له فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة لماذا لم يقل يقيمون الصلاة والصلاة في الأصل ماذا دعاء وابتهاء هم يصلون ولعلهم كانوا يصلون كثيرا يبتهلون ويضرعون في ماذا في منن الدنيا وأعراضها أما الذي كانوا يتجافون عنه ويتحايدونه فهو ماذا إنفاق المال وحبهم المال معلوم هذا ما أفاده بعض حذاخ المفسرين قال ولذلك خص إيتاء الزكاة هنا دون إقام الصلاة قرآن دقيق جدا الكلام عمن؟ عن بني إسرائيل ليس عن كل البشر ليس عن المسلمين عن بني إسرائيل عن قوم موسى هؤلاء القوم كانوا سبحان الله ولا تزال فيهم هذه النزعة الحسية العجيبة لذلك كما قلت غير مرة كلما أراد الله تبارك وتعالى أن يذكرهم وأن يمتن عليهم بما سبق منه المن قال ايه؟ اذكروا نعمتها عليكم يذكرهم بماذا؟ بالمن والسلوى بالمن والسلوى هو هذا أما هذه الأمة المحمدية المصطفوية الشفافة العالية المتألهة وأعني صلحاهم جعل الله وإيكم جميعا من صلحاء هذه الأمة ومباركيها فقال اذكروني أذكركم لم يذكر لا منا ولا سلوى بالعكس وصح عن نبيه أنه كان أخشى ما يخشى على هذه الأمة أن تفتح عليهم الدنيا أن تفتح عليهم مصادر المن والسلوى ليس هذا ما يمكن أن يمتن به على الأمة وإن كان فيه منة جزيلة وعظيمة بلا شك لكن أذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فرق كبير كما بين المشرق والمغرب كما بين السماء والأرض وفي آخر السياق الكريم ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبيعدلون ليسوا كلهم لفقا واحدا خامة واحدة منهم أناس طيبون منهم أمة مقتصدة في المائدة وكثير منهم ساء ما يعملون ليسوا سواء القرآن دائما وهذا من عدل القرآن الذي تفتقر إليه الأمة اليوم لا عدل لدينا لا في الحكم على يهودي ولا مسيح ولا على مسلم والله ولا على مسلم والله وأنا إذا تحدث عن رحمة الله وما عسى أن يغفر من الذنوب في البال كلام كثير جدا يصيب المرأة المحبة حقا لأمته بالكباد والمرار عن تورط فرق هذه الأمة وطوائفها عبر العصور في تكفير بعضهم بعضا وسأذكر هذا ربما في مرحلة لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى يذكرون هذا ويتبجحون به الكبار والصغار الكبار والصغار ترجمة نانسي قنقر